قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ولا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله وحده لا شريك له ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ولأجل ذلك نزل القرآن ربنا قال لألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير لماذا؟ أحكمت آياته وفصلت آياته لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وقال الله عز وجل ألف لام ميم صال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغون وقال الله عز وجل واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لشان كده ربنا قال في أول أمر في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه خلقنا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا أذي نعم الله والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كما قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ولذا قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق أول أصل أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيئا وعلى ذلك أنزل الكتب وذكر من الأدلة في القرآن التي تدل على أن الله وحده وحده لا شريك له هو المستحق لأن يتعبت وأن يتذلل وأن يخضع له تبارك وتعالى دون من سواه من الخلق مهما بلغت درجته ومهما بلغت منزلته ومهما علت مكانته فإنه لا يستحق مع الله عز وجل شيئا من العبادة ومن اختل في هذا الباب فلا علاقة له بالجنة ولا بالأديان الصحية وده يا أخوان أهم موضوع لابد الناس تعرفوا عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يعبد غير الله ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة المقربي أو أحدا من الأولياء والصالحين أو كان من الصحابة الأجلاء أهل الجنة فإنه لا يستحق أن تصرف له شيء من العبادات شان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وبذلك جاء الجميع دعوة الأنبياء والمرسلين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكما قال إبراهيم عليه السلام قال واتل عليهم نبى إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون إبراهيم عليه السلام داري وريهم إنه هذه الأصنام التي هي صور للصالحين الذين غلى فيهم قوم إبراهيم لا يستحقون العبادة مع الله هل يسمعونكم إذ تدعون بيسمعك لو ناديتوا أو ينفعونكم أو يضرون لو دائر نفع دائر صحة دائر ولد دائر نجاح دائر غير مال غيره غيره ربنا قال لك ما بينفع وإبراهيم قال لهم ما بينفعكم ما بينفعوكم هل ينفعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ليه؟ قال جل كلهم أعداء إلا رب العالمين أي مالك الكون والمتصرف في الكون ليه قال إلا الله؟ قال الذي خلقني فهو يهديد أدي أخواننا كانت أمور مسلمة عن ناس أبو جهل وأبو لهق وعقب بن أبي معيق والوليد بن عدبة وشيبة وأمي ابن خلف كانت هذه الأمور عندهم مسلمة الماب يخلق إلا الله ولا يخلق أحد مع الله كانت عندهم أمور مسلمة ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون وغير من الآيات الكثيرة الواردة في هذا الباب التي يذكر الله عز وجل فيها أن هؤلاء المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله البنزل المطر الله البصرف في الناس الله المالك الكون الله البيرزقهم الله البيطعمهم ربنا سبحانه وتعالى هذه ما جادلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأسف الشديد نحن عندنا هنا أخواننا الآن في العالم الإسلامي وفي السودان وبعد أن انقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم بقى الكلام دواجع أول الفرق من أوائل الفرق التي عبدت غير الله وكفرت بالله سبحانه وتعالى وصرفت العبادة للمخلوقين الشيعة هؤلاء الضلال المجرمون الكذب الفجر الفسق الذين يطعنون في من لا يساوون ولا ترابا مشى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنوا فوقهم أول ناس بدوا هذا الأمر الشيعة قالوا الأولياء يوم القيامة ده في كتاب الكافل الكليني قال الآئمة البيت وإممة البيت بريئين من نوم قالوا أئمة البيت يوم القيامة هم من يحاسبون الناس ربنا قال إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم على ربنا سبحانه وتعالى ما عليهم قالوا الأولياء بيملكوا علم الغير وبتصرفوا في الكون وغير من الكذب والباطل والضلال والتيه الذي يعيشون فيه وينتظرون به دخول جنة الله عز وجل هذا ضلال الآن الخميني هذا الهالي المجرم قال قال إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل للأئمة قال عندهم مكان لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون قالهم عندهم خلافة الكون ده كله بيخضع لهم وتسرب هذا الفكر للأسف الشديد إلى الصوفية كويس الآن في كتاب صفحة مية وأربعين أو مية وحدة أربعين قال أبو الشيخ أحمد الطيب ربنا ملك الكون تلاتة وتلاتين سنة فما نقص منه جنح بعوضة وفي كتاب آخر يسمى بالكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة صفحة مية تمانية وستين أيضا قال إن الشيخ لقى أولاده بيصرفوا في الكون وكذا يعني يعني زي ما يكتبوا لك هذا منزل فلان وأولاده الكون حق حق أحمد الطيب وأولاده قال لي قام بيصرفوا في الكون ودار يسجرهم قال لما رأيكم في زول ربنا ملك الكون فلم يتصرف في جنح بعوضة يعني قال عبد المحمود نور الدائم يشير بذلك إلى نفسه يا أخواننا المرحلة دي المرحلة دي ما وصلوها ناس أبو جهل ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل أفلا تتذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله أبو جهل إذا قلت له الواطة فيها والواطة زا تحقت منه بيقول لك لله ولله اللام حرف جر واسم الجلالة اسم مجرور والخبر محذوف لأنه معلوم حذف لأنه تقدم في بداية الآية فيفيد الحصر والاختصاص أي أن الأرض ومن فيها ومن عليها لله عز وجل ده يجي يقول لي يجي يقول لي إنه بيملك الكون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ربنا قال فسيقولون لله فسيقولون لله قل فأنا تسحرون ولذلك يا أخواننا العقائب والتوحيد أولى ما يجب أن يتعلمه الناس ولا ينصلح لنا دين ولن تنصلح لنا دنيا ما لم نصلح هذا التوحيد بأن نصرف العبادة لله وده ما الأمر القلنك تلفوق النبي صلى الله عليه وسلم المشركين لأنه كان مقرن به بل إبليس بيقول إنه ربنا خلقه قال أسجد لمن خلقت طين قال أنا خير منه خلقتني معترف إنه الله خلقه من نار وخلقته من طين ويدعو الله عز وجل إذا أراد أن تقضى له الحاجات ده إبليس عليه لعنة الله قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون ما هو المبرر لإنسان يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى إنسان ميت كفن وغسل وجرد من ثيابه ووضع أمام الناس وبكى عليه أهله وصاح عليه الصايحون ثم حفر له في الأرض فأعمق ثم أدرج في هذا القبر ثم أهيل عليه التراب ثم صب عليه بما نعلم من مواد البناء الحديثة ثم ثم بني عليه ضريحا ومقاما ثم الذي دفنه وبنى عليه هذا الضريح والمقام يذهب إليه ليعينه ويساعده أي ضلال هذا وهل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحارب اللات والعزة أما لما أجي أقول يا أبشر أو يا أقول يا ترعفين أو يا أقول يا لزرقاق أو يا عوضجيد أو يا أبمسك أو يا أبكسكتة أو يا أبا أبضل عن حديث هل دماج الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحاربه ولذلك يا أخوان دأولى أولى ما يبين للناس وأولى ما يجب أن يتعلمه الناس أن يتعلمه الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة وأن تكون قلوب الناس معلقة بالباري تبارك وتعالى لأن أمورنا كلها عند الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اتمعن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اتمعن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفة الصحف طيب الناس بيتخاف ليه بيتخاف ليه الزول الزولي خاف ليه الزولي علق له حجاب ليه الحجاب عنده شنو شكده ربنا قال في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة الإله والذي تخضع له وتتذلل إليه محبة وتعظيما وتعبده من دون الله والعبادة هي من درجات المحبة ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون مش لكينتا مش لينا لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ديال ما عنده ولذلك يا أخوان مشاكل المسلمين مشاكل المسلمين ترجع إلى العقيدة الناس تصحح العقيدة الناس تصلح العقيدة الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى الناس تكون كالأنبياء إذا نزلت بك نازلة إذا نزلت بك نازلة أو حلت بك مصيبة تلجأ إلى الباري تفوض أمرك إلى الله كما يفعل الأنبياء قال نبي الله أيوب ربنا قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ما دام بتعبد الله الله بالدين وذنون إذ ذهب مغاضباً أي قومه فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه لمقامه عندنا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين وما ممكن أخواننا نحن نلقى أهلنا أهلنا نجي نلقاهم ناس غاشرينهم واجعين في مثل هذه الأمور ونجي نكضب عليهم نتكلم لهم في غير ما يحتاجون إليه لأنه كثير من الدعوات والدعاة غشوا المسلمين بهذا السبب كويس؟ الأخوان المسلمين تراب لما انجل بلدي قال أول حاجة يتكلم عن السلطة والحكم والسياسة ألاقي الناس هنا تعبانين فيهم تأوي استهزى بدعوة التوحيد حتى يصل إلى الحب وحتى يتأكل من ذلك ويترق دعوة التوحيد التي جاء بها الأنبياء والمرسلين فماذا فعل؟ لم يفعل شيئاً بل ضر الأمة أي ما ضر ولذلك أخواننا التوحيد هذا هو الأصل الأول الأصل الثاني الذي تكلم عنه الأستاذ عبد الحليم وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو باختصار في ثلاثة أو أربعة أمور الأمر الأول طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمر سمعنا وأطعنا ربنا قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ثانياً الانتهاء الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير الأمر الثالث تصديقه فيما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر لم يسعى سلم والرانج والقبر دفع عذاب في حديث كثيرة من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو أيوب الأنصار رضي الله عنه يمشيان في المدينة بقرب مقبرة من مقابل اليهود وقد وجبت الشمس أي سقطت وكادت أن تغرب فسمعا صوتاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها وجاءت امرأة من اليهود إلى عائشة فسألتها شيئاً أو صنعت إليها أم المؤمنين معروفة فما وجدت شيئاً تكافئه تكافئها به إلا أن قالت وقاك الله من عذاب القبر والحديث في الصحيحين قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عذاب القبر حق أيضاً من الأدلة ما يتعوذ به المسلم في صلاته بعد التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية وقبل السلام يتعوذ بالله من أربع ومنها من عذاب القبر ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم مر ببستان أو حائط وفي ستة أو سبعة أقبر للمشركين ستة أو سبعة قبر فحادت به البغلة حتى كادت أن تلقي أو تلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعلم خبر هذه القبور فقال رجل من الأنصار هي قبور المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات قالوا نعوذ بالله من فتنة المحيا والممال الشاهد هذا الحديث مع حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبد الفاجر إذا ضُرب فإنه يسمعه من يليه إلا الثقلان لما يعذب الإنسان جوى القبر ويصيح يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن فالذي حمل هذه البغلة أن تحيد أن تحيد وكادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع ما وقع من من عذاب القبر لهؤلاء المشركين شكراً لنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعوذوا بالله من عذاب القبر وغير من الأدلة ولذلك من أهم الأمور تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر نبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور غائبة وحياً من الله سبحانه وتعالى فنؤمن بها ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالياً ثالثاً أو رابعاً أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده العلم قالوا الأصل في العبادات المنع إلا بدليل يعني دار تصلي أول حاجة ما تصلي أول حاجة تفتش عن دليل الصلاة الدار تصليها لقيت إنه ربنا قال وأقيم الصلاة وآت الزكاة طوال تمشي دار تصدق عبادة أي ما تصدق لغاية ما تلقى شنو الدليل لقيت إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من صاعي بره صاعي تمره تمشي تصدق لماذا؟ لأنها من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما المعاملات فالأصل فيها الإباحة دائرة تعمل تعمل طوال لغاية ما الزول اللي بيقول لك ما تعمل يجيب دليل فالعبادات الأصل فيها المنع ربنا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأدم به الله زي الليلة المحاصل بدعة المولد الجبئة الفاطميين العبيدين ودي الناس مجموعة من الشيعة كونوا دولة في المغرب أولا كونها الحاكم بأمر الله العبيدي وادعى النبوة ثم ادعى الألوهية وادعى أنه يعلم الغير وقتل المسلمين ثم وقف على المنبر وقال وقتل الحجي ثم قال أنا الله دليل الجاب المولي وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا قال أنا شغال معارضة مع رب العالمين الله يخلق وأنا أكتب دليل الجاب المولي الجاب الموالي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أي زول دار احتفل ببساطة كده هل المولي الدين ولا هو جنباز والحركات البعملاء دي وأكله كده يقول لك لا دين عبادة لأله طيب العبادة دي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه ولا ما عرفه يقول لك طبعا لو قال ما عرفه دجنه عبادة والرسول ما عرفه معناه دجنه ده كافر طوالي ولا ما كافر ده كافر عبادة أي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه ولا ما عرفه لابد يقول عرفه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم العبادة العرفة بلغ ولا كتم لو قال كتم ده كافر لو قال بلغ نقول له وين الدليل أين احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم شكذا إلا يقوم يجيب لك شبهات قل لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه طيب أنت جبت 14 حمار وستاشر تور وعشرين نعجة وخروف وعامل رز وفتة وانت قلت الرسول عليه السلام شنو في الحديث صام والخرفان ديال جايبين عشان تصوم ديال جايبين صوم وجايب ليك زلابية لو جابوا كديس ما ينطه هل دا صيام وعامل ليك شاي لبن وجايب النسوان هل دا صيام شان كده الامام ابن الحاج او احد ائمة المالكية قال انما هذه البدعة شهوة بطن اغتنمها الاكالون ها وقال امر نفس اغتنمه البطالون فهمت ليس فيه شيء من عبادة عبادة الله سبحانه وتعالى دا غير المصائب الكثير الفوق طيب المول الدين عبادة اي هل الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا ما في دليل العلماء الامام مالك المول الداء ما عرفوا ايه تعرفته الامام ابو حنيفة الامام احمد الامام الشافعي بتلقى الصلاة ووجوب الصلاة وفرضية الصلاة وكيف تدخل للصلاة واركان الصلاة وشروط الصلاة وما يبطل الصلاة ومستحبات الصلاة واذكار الصلاة وكيف تتم الناقص من الصلاة تخش الحي تخش الزكاة تخش الصيام تخش البيوع تخش المساقى غير من من ابواب الدين بتلقى كل العلمة ديهوة وين المولد تعريف المولد ومشروعية المولد وفروض المولد وشروط المولد ومستحبات المولد ليه العلمة كتموها ليه الإمام مالك اعمل فينا العملية دي لغاية ما نقعد نشاكل الليلة ليه يبقى مادين ده أصلا مادين وإلا زولي جيب دليل طوالي على هذا الكلام لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ده غير الاختلاط ها والعهر وغيره من المصائف والتبرج الموجود المولد بتاع بحري قبل كم سنة الكهرباء قطعت أربع حالات اغتصاب أربع حالات اغتصاب لأنه جاء بين الناس في متى يقول لهم ده المولد وماكي السمسمية ودخنه بتاع وجلق وحدات متبرجات والكهرباء قطعت يعني هل هيكون في قراءة آية الكرسي أو في أسكار الصباح والمساء ما هيكون في فواحش في متى؟ ما ممكن يرضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ده غير الشرك تلقى فوق جابين صورة الشيخ في الخيمة مدد يا دسوقي جوة تلقى فوق جوة وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي ده بتلقاه جوة قصايت جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شن جلوك قال ليك الشيخ جر الشمس وأصله القصة أن حوار اسمه جلوك الشيخ رسله يجيب ماء مشى البحر التمساح أكله لغاية ما وقت العصر قرر بيمرو مشى رسل الناس قال ليه شوفوا الحاصل شنو قال ليك التمساح أكل جلوك مشى في البحر وقال له قال التمساح أمرقوا كلكم كلكم مجموع هنا التمساح جمعوا بره قال له وين التمساح الأكل جلوك داك مرك قال له أمرق جلوك ما بمرق أمرق ما بمرق في النهاية مرك جلوك وقال ضرب جلوك وينقلب حجر من تمساح انقلب حجر وربنا سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فده كله يا أخواننا ها لابد الإنسان في كل أمر من أموره أن يزن ذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في هذا الباب يطول و يعني إن شاء الله إخواننا موجودين إذا كان فيه هناك أسئلة أو كذا مباشرة أو غير مباشرة إن شاء الله نفتح الفرصة لأخونا مزلوك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين